إقرارهم لقانون الانتخابات سيئة الصيد وإصرارهم على تمرير سانت ليغو سيكون هو عامل استفزاز للمواطنين للمحتجين للناشطين وهو استفزاز أيضا للقوى الناشئة والقوى الجديدة تظهر الأحزاب المستقلة كقوة سياسية ناشئة قادرة على تغيير جزء من المعادلة في انتخابات مجالس المحافظات وأغلب الظن أن تلك القوى الوليدة حديثا ستكون غطاء لأحزاب سياسية أكبر وأكثر نفوذا للحصول على الأصوات بحيلة جديدة ومثل النواب المستقلون أهمية كبيرة بنسبة للأحزاب الشيعية حيث اعتمد عليهم الإطار التنسيقي في تعطيل عدد من القوانين في المحكمة الاتحادية واستطاع من خلالهم منع تشكيل حكومة الأغلبية التي أرادها التيار الصدري وحلفاؤه فيما سيكون دعمهم بالانتخابات ردا للجميل كما تقول مصادر وتشكلت أحزاب سياسية عديدة في الآوينة الأخيرة تدعي الاستقلالية لكن المصادر التي تحدثت لواني نيوز تبين أن تلك الأحزاب موالية للإطار وتستشهد المصادر بتحالف الوتة العراقي مثالاً الذي يحمل اسماً بعيداً عن الشبهات لكنه برئاسة محسن المندلاوي نائب رئيس البرلمان ويضم في هيئته القيادية أعضاء برلمان بارزين بينهم نيسان زاير ومصطفى سند وحسين عرب وهم أدوات الإطار خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن تلجأ الأحزاب الصغيرة إلى تحالفات كبيرة لتلتأم معها ولكن العقبة أمام الجميع هي أن الكل يرغب بالحصول على منصب المحافظ كونه سلطة مهمة تقود المحافظة وهذه الطموحات قد تجعل الجميع يعتمد على نفسه ولا يعتمد على التحالفات حتى يحقق الأرقام التي تؤهله لتشكيل الحكومة المحلية وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة العامة